أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر ضم وقابل الطوبة وهو الغفور رحيم سبحان من سبقت رحمته غضبه وبسط اليدين بالرحمة سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وصعها وعفا عن السيئات ولم يجازبها سبحان من لا يزداد على معاصل عباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الظنوب إلا عفوا وصفحا نشهد أن لا إله إلا هو العتوف للعباد بجوده والعواد على المضربين بحلمه ونشهد أن محمد النبي هو حبيبا سيد المرسلين والشفير المضربين بعثوا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله أدعين إلى سبيل الله بالحكمة والموضة الحسنة قادة الأمم وعليا عن نعمة وماعدين الرحمة أدعين إلى سبيل الله بالحكمة والموضة أدعين إلى جانبين وأحسن من المسلم بارد المتابعه لطالب قبل أن يجبع الانتجارية في المشاهدة وفي نهاية حالة وفي الأنسان لذلك يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن نجحة بسهر في نهاية إنه هو هو جهاز إنه حالًا إذا نجحنا لن نجحنا 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 لن يجب أن يجب أن نجحنا عن مجلسة المشاهدين والإنستمرة صورة قرية المترجم للقناة هذا هو محلوه وقاله في محلوه وقاله قلت باسترة على المحلل العلاج المترجم وقاله مجرد في رمضان أتحدث بأن هذا حلوه مجرد بالنسبة إجتب عليها قبل الممت where disponible كلاما في المعروف ون أجتب عليها أن في عام 1947 إلى 1948 إسرائي الّاسل في المعروف für المعروف قليل الرجاء التي أشهدت عبارة الكندى وإذا كنتما أعطتها على المعروف فسفى ما هو المعروف أن الملللل لا يمكنك التعب بالمعروف unless it's acceptable by the state of Israel. There was nothing like that at that time. And so this is where we see the double standard. And interestingly, somebody forwarded to me an article, which is actually a letter addressed by a former U.S. ambassador, who is retired now, to Obama, where it's very interesting that he says, when Israel declared its independence in 1948, it did not do so after direct negotiations with Palestine. If Israel really wants to negotiate with the Palestinians, why would negotiating with an independent Palestinian government on an equal footing deter it from engaging in those negotiations? And so he's basically urging his own president that, okay, if you cannot agree, at least abstain. but do not veto and reject the application of Palestine at the United Nations. And this is where we see even the diplomats in that country have one view, but when it comes to the Middle Eastern policies, it is not America who speaks. It is Tel Aviv, which is speaking in the mouth of Obama. Let me end with the last words of, you know, somebody from Pakistan, I read his comments somewhere many years ago, where he said, if you look at UNO, what does this UNO stands for? U means United States, and NO is the rest of the world. And this is what we see, even the reality which is there. And this brings me to the ayat of Quran from Surah Baqara, ayat number 11, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْصِدُ فِي الْعَرْضِ And when it is said to them, do not create mischief in the earth, قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ They say, no, we are actually the peacemakers. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْصِدُونَ Allah says, no, they are the mufsid. They are the mischief makers, but they are so arrogant that they do not even realize that what they are doing is not salah, it is fasad. May Allah subhanahu wa ta'ala help all Muslimin all around the world, including the people in Bahrain. اللهم صلى على سيد المرسلين والشفير المضنبين نبينا محمد صلى الله عليه و آله وعلى إمام المتقين وعمير المؤمنين علي بن ابي طالب صلى الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين سيدتنا فاتمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى سيدة شباب أهل جنة الحسن المشتبى والحسين الشهيدة بكربلا عليه الصلاة والسلام وعلى أمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليه الصلاة والسلام اللهم صلى على مولانا الحجة بن الحسن صاحب العسر والزمان ما حيا صار البدى والتغيان هذه بأمينة الشركة والنفاق حاسد فر البغي والشقاق صلوات الله وصلام عليه وعلى أباء الكرام ما اتسلت اليال والأيام اللهم عجل فرج وسحل مخرج وقحل ناظرنا بنظرة مننا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل اللهم على أمرائنا المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو ودرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وعاله المعاسمين صلوات الله عليه مجمعين اللهم اجعلنا من من يذكر فتنفعه الذكر إن الله يأمر بالعد والإحسان وإيتائز القرب وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة